تحية مصر بشعبها وجيشها العظيم من القاهرة والناس نشرة اخبارية جديدة اليكم ابرز العنوين الرأي توصيات اجتماع واشنطن زلتفق مع المقترحات المصرية الحكومة ترد على شائعات الزراعة لفتة انسانية الداخلية تعالق طلط اطفال بالمجان بمستشفى العجوزة سي ان ان تكشف 11 امريكيين اصيبوا في الهجوم على قاعدة الاسد واليكم تفاصيل النشرة مصر لم تتنازل عن مطالبها ولم تتعرضي اي ضغوط هذا ما شددت عليه وزارة المواد المائية والري في بيان لها تعليقا على ما ورد ببعض التقارير المغردة حول الجولة الاخيرة لمفاوضة سد النهد بواشنطن والبيان الختامي الصادر عنها مشيرة الى ان توصيات البيان الصادر عن الاجتماعات تتفق مع منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية موضحة انه تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الاشارة الى ان الملء سيكون طبقا لهيدرولوجية النهر بمعنى ان تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة الى اخرى وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد او ثابت انما اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان هذا واوضحت وزارة الرأي ان البيان تناول مرحلة الملء الاولى في وقت سريع وتشغيل التربيدات لتوليد التقى دون تأثير جسيم على دول مصب كما تم التوصل الى تعريفات وتوصيف الجفاف والجفاف الممتد والتزام اثيوبيا باجراءات لتخفيف النتائج المترتبة على ذلك وسيتم الاستكمال التفاصيل في مشاورات من خلال اطار زمني محدد خلال الاسبوعين المقبلين ينتهي باجتماع واشنطن اواخر شهر يناير ومن اهمها التعاون في قواعد تشغيل واليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم اطلاقها طبقا للحالات المقتيفة وكذلك اليتفض منازعات التي قد تنشأ بسبب التغييرات في كمية الفيضان من عام لاخر او من فترة اخرى وسيتم ايضا تطقيق التفاصيل في كل الاطر التي تم التوافق عليها خمس شائعات عن الزراعة نفاها المركز الاعلامي لمجلس الوزراء حيث اكد بحسب وزارة الزراعة دمصحة ما يتردد حول توقف منظومة كارتف اللاحة التي تصحي الحصول على الاسمدة ومستنزمات الانتاج نافيا ايضا تلف المحاصيل الشتوية تأثرا بالتغييرات المناخية حيث تم اتخاذ كافة الاقراءات الاحترازية لحماية الزراعة مشددا على ان ما يطار بشأن استيراد شحنات تقاوي فاسدة لا اساس له من الصحة موضحا ان جميع التقاوي المستوردة سليمة وامنة ومطابقة للمواصفات كما نفت الوزارة شائعة اصابة محصول القمح بفطر الصداء الاصفر فقد تم اعتماد اصناف تقاوي القمح المقاومة لمرض الصداء تصلح لزراعة بكافة الاراضي في الوادي والدلتة مشيرة الى عدم وجود عجز او نقص في الاسمدة الشتوية كما يتردد وصرفو توزيع الاسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل في لفتة انسانية وضمن مبادرة كلنا واحد استجابت وزارة الداخلية لالتماس اسرة احد الاطفال يعاني منذ ثمانية سنوات من اصابة بالقدم ووصل به لحال امكانية بترها حيث استقبلته مستشفى الشلطة بالعجوزة واجرت له عدة عمليات جراحية على مدى شهور لتعود القدم الى حالتها الطبية كما استقبل المستشفى طفل وطفلة يعانيان من مشكلات في السمع فتم توفير الاجهزة السمعية اللازمة للطفلة واجراء عملية زراعة قوقعة للطفل بالمجانة كانت مستشفى الشرطة بالعجوزة اجرت جراحة طبية دقيقة بالقلب للطفلة تبلغ من العمر عامين بناء على توجيهات وزير داخلية بعد استغاثة من والدها مفاجأة فقد كشفت شبكة سينان الامريكية ان عددا من افراد الخدمة اصيبوا قراء الهجوم الساروخي الايراني على قاعدة الاسد القوية الامريكية في العراق على الرغم من ان البنتاجون قال في البداية انه لم يسقط اي مصابين ونقرت الشبكة بيان قوات التحارف الدولية التي تحارف داعش في العراق وسوريا الذي جاء فيه انه في حين لم يقتل جنود امريكيون في الهجوم على القاعدة القوية في الثامن من يناير الا ان العديدين تم معالجتهم من اعراض قراء الانفجار ولا يزال يتم تقييمهم مشيرة الى ان موقع ديفينيس وهو اول من كشف عن هذه الاصابات سقوط مفتي داعش فقد اعلنت خرية الاعلام الامنية العراقية القاء القبض على احد قيادات الصف الاول في داعش ابو عبد الباري المعروف بانه مفتي التنظيم ونقله على شاحنة بسبب السمنة المفرطة قائلة انه كان يعمل اماما وخطيبا في عدد من الجوامع مشجعا على الاندمام لداعش ومبايعته ومخردا ضد الشرطة العراقية خلال فترة السيطرة على التنظيم الارهابي على مدينة الموصل مشيرة الى انه المسؤول عن اصدار الفتاوى الخاصة باعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايع الداعش نشرتنا انتهت الى اللقاء في نشرات اخرى بابن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة